اشتركوا في القناة بس قبل ما نتكلم في الموضوع دوت ان انا عايز اقول الندي الاهلي هو ليه وصل انه هو في كاس العالم الأندية اولا ندي الاهلي كان بطل مصر وبناء عليه مس المصر في بطولة افريقيا وخد بطولة افريقيا وتأهل للعب في كاس العالم الأندية لانه كان بطل مصر اولا و بطل افريقيا ثانيا علشان الجهلاء اللي هما بيتكلموا كلام غير دقيق وغير مدروس قبل ما نخش على المباراة عندي بيان وبيان جاي في توقيته وأنا بحيي المسؤولين فعلا على البيان ده هنقول البيان وبعدين نبقى نلمس على اللي حصل قررت الهيئة الوطنية للإعلام إحالة المزيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل لما بدر منه ببرنامج صباح الخير يا مصر المزاع على شاشة القناة الأولى وتؤكد الوطنية الإعلام أنها تقف على مسافة واحدة بين كافة الأندية المصرية وتتعامل بحيادية تامة وأن كافة الأندية الرياضية المصرية لها كل التقدير والاحترام وتتمنى لها التوفيق والنجاح في تحقيق الإنجازات التي تضاف لرصيد الرياضة المصرية انتهى البيان نقف هنا بقى نعلق على البيان طبعا بيان محترم جدا في توقيت كويس جدا لأن يعني ما بين الواقعة للبيان وقت بسيط جدا وده اللي دايما متعودين عليه من السادة المسئولين اللي حصل بعد الملحمة التاريخية لمنتخب مصر في كاس أمم إفريقيا وتوحد جميع الجماهير مع بعض أهلاوي زمالكاوي تحداوي سماعلاوي بورسعيدي كل المصريين كانوا بيشجعوا منتخب مصر اللي أهلاوي بيشجع الزمالكاوي والزمالكاوي بيشجع الاهلاوي كلنا مع بعض اللي أهلاوي يشجع أبو جبل ويشجع الوينش والزمالكاوي بيشجع السلية ويشجع حمدي فاتحي ما كانش فيه حاجة اسمها انتماء لنادي معين انتماء للبلد الانتماء للوطن اللي بيتكلم وكان بيقول ان النادي الاهلي ما بيمثلش منتخب مصر ده عن جهل ده عن جهل ولكن النادي الاهلي ونادي الزمالك لما بيبقى في نفس البطولة بيمثل مصر هنا في قناة الاهلي دايما احنا ضد التعاصف حتى النادي الاهلي نفسه ضد التعاصف احنا شفنا الفترة اللي فاتت كلام كتير بيتقال ولكن ساعة ما كنا كلنا متجمعين علشان منتخب مصر مفيش حاجة اسمها ابيض وسود واهلاوي زمالكاوي لا كلنا كنا بنشجع الاهلاوية زمالكاوي اللي كانوا بيشجعوا كل اللعيبة الزمالكاوي اللي كانوا في منتخب مصر والزمالكاوي كانوا بيشجعوا منتخب مصر باللعيبة الاهلاوية اللي كانوا في منتخب مصر كل الناس كانت بتشجع منتخب مصر ما فيش انتماء للون معين انتماء لفانيلا معينة احنا لنا كنا منتمين ومازلنا منتمين طبعا لبلدنا العظيمة مصر انما في التوقيت دوت ملهاش اي لازمة ان يطلع واحد يصير الفتنة لا احنا مش عايزين نرجع الورا احنا عايزين نطلع لقدام الشهر اللي فات دوت او الشهر ونص اللي فات حسنا بحاجة تانية خالص غير اللي كانت قبل كده دايما النادي الاهلي لما بيتنافس بيدور على المنافسة الشريفة بعيدا عن اي تعصب انما لما يجي واحد يسيء لمنظومة كبيرة ونادي عظيم زي النادي الاهلي كويس جدا ان البيان ده طلع ولازم نشيد به وفعلا طلع في توقيت سليم انا كنت محضر كلام بس البيان لحقني الحمد لله عموان نرجع فقا لماتش النهاردة النادي الاهلي ماتش النهاردة بيسعى لكتابة التاريخ من جديد ليه بقى؟ لان النهاردة باذن الله باذن الله وانا دايما بحب ببقى متفائل حتى برغم الصعوبات النادي الاهلي النهاردة باذن الله لو تخطى عقبت بالميرس البرازيلي هيصل للنهاية لأول مرة في تاريخه الاهلي دايما معاود جماهيره على الانجازات وعلى الافراح بس قبل ما نتكلم تعالوا لو احنا نشوف زميلنا امين